محمد شريف محمد شريف محمد شريف عشان قسم كتير محليات ايالة اتقال قسامة فيصل رشح اتقال اه مقف رشح لكن على رأس هذه الاولويات اذا فسخ وهو شرط واضح اذا فسخ محمد شريف او نادي الخليج غير المحترفين بتوعه لان محمد شريف من الناس اللي الناس راضي عنه منك كجمهور اه طبعا لانه هو اللي لعب تقريبا معظم للمباريات اه كان بيجي له فترات من اللي لا توفيق لكن عمل موسم مقبول مش اقولك موسم ممتاز في الخليج طبعا صعوبة المنافسة تكلم فرق امكانات كبيرة ما بين الخليج ومعظم اللعبة اللي موجودة ماشي وإحنا بنتكلم معظم اللعبة اللي موجودة يا كريم معظم الفرق اللي موجودة امكانات كبيرة وأسماء كبيرة موجودة فطبقا للفرق ده اه لا طبعا عمل موسم مقبول لانه الفريق برضو اللي معاك لازم يكون بيساعدك يا كريم لأنه فرقة الخليج ما احترمنا الكامل لها فرقة ناجت من الغبوط في اللحظات الأخيرة هتيجي تلاقي إنه هو بروفايل محمد شريف لعيب كورته كويسة جدا على الأرض بيهرب روح للمساحة بسي البنحلة كامل إنتا يسألهم من شوية ده مش البروفايل المفاوضة عايزه مرسل كورة ما أنا ما قلتش هيجي مكان ده هيجي معه ده يعني لو جيه النادي الأهلي هو هيجي كمهاجم تاني ما بين قصين كده يمكن في حد من الخط الأمامي غير مودست يطلع على سبيل الأرض كعربة مثلا ممكن ممكن يطلع لمدة موسم على سبيل الأرض الوقت بيخلص مني وعايز اسمها كامل ده بس فيه سؤال مش قادر أسيبه هل الأهلي بيفكر في شريف عشان الأهلي محتاج شريف ولا علشان في المقابل ما يروحش الزمان الراجل بيحبه جدا من قبل وكنتش عايزه يمشي أصلا على فاكرة أنا أقولت لك دوت مش عيب يعني أنت برضو مش عايز اللعب بتاعك يروح المنافس عشان المنافسة بينكم فممكن تقولي لا اشتريه أحسن حلو لكن هو الأهلي محتاجه تقولي الأهلي محتاجه مليون في المية الأهلي محتاجه ليه لأنه الأهلي مش كل المباريات بيلعب هاجم في بعض المباريات بالذات المباريات خارج الأرض أنا بلعب كومباكت جيم محتاج لعيب عنده الصراعات بيعرف تحرك في المساحة بيهاجم المساحة زي محمد شريف وارجع لك بقى لقناعات الراجل نفسه المهمة ما هو الراجل هو اللي مكمل كله هو اللي مكمل لا كله يحب محمد شريف جدا وما كانت عايز محمد شريف يمشي من الفريق فلا بالنسباله بالنسبال للأهلي كإدارة لو محمد شريف بقى فريه راجع النادي الأهلي حلو قبل أي اخترارات محلية في حد كمان كنت عايز كريمين علي قبل بكتو معادي يعني يوسف عايمن ده مدافع ده مدافع صورتين كده وإحنا بنتكلم بصورة عشو إذا أمكن يعني مدافع قوي جدا صغير في السن بالمناسبة هو لعب بس في مراحة صغيرة قوي في النادي الأهلي قبل كده ممكن الناس كتير فاكرة أنه عشل عايب قطر اللي هو قطري من أصل مصري لو الأهلي جابه وهو يتعاقد معاك العايب مصري لو الأهلي جابه هيجي على صعيد الأعرب نادي البيع لمدة موسم من نادي الدحيل نادي الدحيل نادي كبير في قطر وإحمل أنديها الكبيرة هناك بيلعب في منتخب قطر بالمناسبة بصنه معقول جدا موليد 99 شغل وإحنا بنتكلم موليد 99 يا كريم بالمناسبة هو من أصدقاء واللي لعب معهم وتلعب معهم من تحت في قطاع ناشئين ثلاث لعيبة ثلاث لعيبة موجودين لحد دلوقتي منهم اتنين في النادي الأهلي أحمد عبدالقادر محمد عبد الملعم والثالث هو محمد شكري لعب نادي سراميكا ولعب نادي الأهلي السابق لعيب نادي القناعة كولر راجل موجود في حسابات النادي الأهلي بشكل جيد الأمور هتتحسم بشكل أو بآخر مع إنتهاء الأجندة الدولية عودته من معسكر منتخب قطر إعارة ولا شراء إعارة بنية البيع إعارة لمدة موسم بنية البيع هو لعيب مميز جدا قوي جدا بدنيا كلمتيني نهاردة على ثلاث أجانب منشحين للنضمام للأهلي صحيح لو الثلاثة جم من الثلاثة اللي مشيين مودست معلولة هترفع من القائمة ماشي الثالث لسه علي كلام بقى هل هو بيرسيتاو هل هو ديانج أكوردنج للعروض الأهلي مش يسيب حد ببلاش الأهلي مش هيسيب حد ببلاش فين فالقصة بالنسبة له مين هيجيله عرضة أفضل فيسيب مكان خاصة إن انت لسه راجع لك كندوسي وفي الغالب مش هيرجع مش هيلعب هيتم بيعه أو عرضه لكن الكندوسي كمان لسه راجع فده مكان أجنبه هيتم بشكل عظيم